اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما تنساش تدعمنا بلايك وشير للفيديو ولو كنت اول مرة تشوفنا اشترك دلوقتي في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة ولو اتبعنا من بيج الفيسبوك فيريد تعمل لايك ومتابعة ليها عشان توصلك الفيديوهات اول باول اهلا بيكم وحلقة قوية من حلقات التوقعات للفلكية اللبنانية الشهيرة ماجي فرح واللي قدلت بتوقعات قوية ونارية للعام 2021 واللي تناولت فيها التغييرات المفاجأة والصادمة اللي حتتعرض لها دول عديدة نتيجة للتغييرات في الانظمة والسياسات الحالية وابدالها بالسياسات اخرى جديدة وتوقعاتها بان يحصل تحالفات قوية بين بلدين وفي المقابل حيحصل تفكك لتحالفات ولانظمة لا يمكن تخيلها النهاردة حنكمل معاك وتوقعات ماجي فرح لعام 2021 واللي قالت انه حيشهد حالة مختلفة على كل النواحي سواء الاجتماعية او السياسية او الاقتصادية او كمان الحياتية تعالوا نتعرف على اخر توقعات ماجي فرح لعام 2021 وبنبدأ معاكو بتوقعات ماجي فرح للدول الاوروبية في عام 2021 بتقول ماجي ان اوروبا مش هتنجى من الانهيارات الاقتصادية وحيحصل ركود كبير وده حيؤدي الى ثورة وتمرد وشعور بالعجز اللي حيدفع الشعوب لتبني افكار جديدة بجانب افكار التطرف وهيحصل تفاعل مع احداث مفاجأة وصادمة رغم ان المناخ هيكون اقل ضغط من سنة 2020 واكثر ارتياحا ولو بشيء بسيط وبتتوقع ماجي ان في عام 2021 هتسود روح الانسانية والتعاطف والتعاضد بين الشعوب وبتقول يمكن نساهم كلنا من اجل تخفيف الالام واعمال الخير للشعوب الفقيرة اللي بتحتاج للمساعدات السريعة اما توقعات ماجي فرح للفترة بين مايو واكتوبر 2021 فبتقول انها هتحصل فيها عراقيل وانتفاضات وقمع للحريات وايضا سيحدث هزات ارضية وفيضانات وحرائق وبتقول يخشى من سيناريو اسوأ للحدوث في سنة 2021 فهي بتتوقع ان يحصل وباء شديد اما كورونا او وباء اشد منه وبتتوقع ماجي حدوث تغييرات جزرية وغضب للشعوب واللي هيوقع في منتصف شهر فبراير ومنتصف شهر يونيو واخر شهر ديسمبر وبتقول ماجي ان الاكتشافات الطبية حتبرز في شهر يناير وفي شهر ابريل وفي شهر نوفمبر واللي فيها حنشهد عمليات جراحية مبتكرة تنقذ المرضى من داء العضال وبتتوقع ماجي ان يحصل تصرف متهور في بلد ما او ردة فعل عامة حتؤدي الى ازمة او توطر ونزاعات ومشاكل سياسية وايضا انقلابات وثورات وده حيقدي لاندلاع حرب في بعض الاماكن وبتتوقع كمان ان تسود حرب اهلية بين التواقف ويمكن ان تتغير الانظمة السياسية وان الشعوب حتشتكي من الاجراءات اللي حيتم اتخذها للتغلب على بعض الاوضاع السيئة اللي حتتم وبتتوقع ماجي انه في شهر مارس وابريل هيحصل اوضاع واحداث سيئة للدول الاوروبية من فضائح واختيالات في بعض البلدان وحتحصل مواجهات بين الاسرائيليين وبعض المقاومين في قلب اسرائيل ايضا بتتوقع بانتفاضات وارتباكات في اسكتلندا واغتيالات في دول اخرى وبتتوقع ماجي فرح ان ايران هتدخل في هذه الفترة في مرحلة ضبابية وحتاخد قرارات مصيرية ماجي فرح بتتوقع في عام 2021 لدول سوريا والعراق ولبنان وايضا الكيان الاسرائيلي ان يحصل عنف وانقلابات وثورات وبتتوقع ان المملكة العربية السعودية هتشهد توطر وهجوم عنيف وتهديد ونزاعات على مدى اشهر في ابريل ومايو ويونيو وبتتوقع ماجي فك التحالفات الاوروبية وضغط سياسي كبير في الولايات المتحدة اما توقعات ماجي فرح لاواخر شهر يوليو في عام 2021 فبتقول حيشهد العالم دفاع منظم وتصميم على الخروج من الازمة وتضامن وشراكة وحلف اما في شهري سبتمبر واواخر شهر اكتوبر 2021 فبتتوقع ماجي ان العالم حيتوصل الى حلول وسيخف الضغط عليه قليلا وبتتوقع ماجي في شهر مايو ويونيو وايضا في شهري سبتمبر واكتوبر انه هيقدي لبعض الالتباس والاخطاء والتأجيل وذلك لاحداث معينة وايضا ستحدث احداث مربكة ومزعجة او تجميد لبعض الحلول ماجي فرح بتتوقع ايضا ان ممكن يحصل سقوط طائرات او حوادث امنية كبيرة واجمالا بتتوقع ماجي فرح ان يحصل في عام 2021 حروب صعبة ومواجهات قوية بتتطلب تضامن عالمي وتأقلم مع التقنيات الجديدة ويمكن ان يتغير وجه العالم كله لان في اشياء ستزول تماما وسيحل مكانها انظمة وطرق حياتية عالمية جديدة فالوضع سيكون مغايرا تماما لما نعرفه في السابق ايضا ستحدث علاقات جديدة بين بلدان ومفاجآت كبيرة في هذا المجال بينما تتراجع بعض القوى لدول اخرى وتتحرر على اثر التطورات ومفاجآت ستحدث على اثر صدمات وصدمات دي كانت كل توقعات الفلكية الشهيرة ماجي فرح لعام 2021 للعالم كله بنفكركم ان دي مجرد توقعات لانه لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى شكرا لحسن متابعتكم وانتظروا الجديد من التوقعات دائما على قناة الابياد تيفي دمتم بكل خير وسعادة اشتركوا في القناة